أهلا بكم متابعين شاشة قناة الشرقية من كل مكان اليوم ميانا ضيف مميز ونجم أول بالأغنية العراقية نرحب إحنا معاكم بالفنان نصر البحار مرحبا أهلا وسهلا بيت وأهلا وسهلا بقناة الشرقية وأكيد أنا سعيدة اليوم وتواجدوا إياكم نريد نعرف بدايتك دخولك لعالم الفن أو الأغنياتك أول بداياتي اللي هي كانت عندي أول أغنية ما ندق على الخشب هاي أول انطلاقتي من كلمات حازم جابر شاعر المبدع تحياتي إليه ومن الحان نصرة البدر أكيد تحياتي إليه هذا أول عمل إليه وثاني عمل إليه طلع فلسين ما يسوي وثالث عمل يعني اللي هي بديت شون يعني مسيرتي الفنية للأفضل يعني ولو هي يعني انطلاقتي آني أنا ندق على الخشب يعني اللي هي قتلت قبل شوية قتلت من ألحان نصرة البدر فبديت يعني أول تعاملي ويه الملحن الكبير علي صابر تحياتي إليه طبعا نقدم لها أحلى تحية ومنها الحمد لله وشكر يعني بديت بالأغاني وبديت يعني النجومية الأكثر والأكثر ندريت نعرف منك شنو الأغنية اللي حققت بها بصمة مميزة سوت لك فد انتقالة مثل ما قتلت يعني انطلاقتي هي ماندق وبديت بمسيرتي يعني عندي هواية أغاني يعني شا سويلي حتى يحبني صاران عليك هواي حبيبي يام سافر طلع تمنيا يعني قتلت يعني عندي ما عندي أغنية اللي الحمد لله وشكر يعني نزلت له أغنية لا أغانية كلها يعني كلها بتجو لا تروح لا تروح وعدي هاي آخر أغاني بستعال ينعل أبو الأيام اللي آني والفنان علي صابر هاي آنويا غنيناها وعندي مارة دلي اللي حسيت يعني بأنه إنجازها جدا يعني وصلت الشي ما تشنت يعني أتوقع فالحمد لله وشكر وخذت بيها ثالث على العرب ما رد لي والحمد لله وشكر عندي أعمال جديدة إن شاء الله هالفترة هاي حب نبارك لك لأنه أخذت المركز الثالث عربيا ونشكرك على هذا التمييز والتألق الدائم طبعا نريد نعرف منك شون بدت هاي الأغدية شون إنه فكرة إنه تشتغل ويه الملحنة لي صابر علي صابر علي صابر يعني مو باسمه لحن علي صابر أخوي يعني قريب قريب النفسي فعلي صابر يعرف نفس نصر البحار وين يعرف نصر البحار وين يكون فعلي صابر أكو شغلات تطلع مثلا ألي فيتي يعني مستحيل يقول هاي أطيها مثلا الغر فلنان يعني متلق يقول أكو شغلات تجي إلك يعني هاي وأكو شغلات آنية مثلا أختارها أسمع أقول هاي الأغنية أريدها نريد نعرف منك آخر حفلاتك وأغانيك الأعمال الجديدة اللي محضرها طبعا نفس ما قلت لك قلت لك عندي أعمال جديدة إن شاء الله يعني هل فترة هاي وعدي يعني أغنية رح رح تنزل مفاجئة ما حب يعني أحكي بيها أحكي نعرف أنه ألحان منه كلمات منه أكيد ألحان على صابر إذن أنت بالوسط الفني هم مواجهة صعوبات أعداء نجاح أعداء نجاح هذا الوسط أكيد رح تلقين أشكال أشكال المنافقين أشكال العالم التحجي فهذا كله جاوزنا بتربيتنا بخلاقنا بالبيئة اللي إحنا تربينا بيها مثلا أنا أشوف هذا الصديق يعني محترماتي للزينين أشوف هذا الصديق موسيق وموزين هل يكون هذا رح رافقه لا مرح رافقه أكيد هذا رح يوديني بدرب رح يخربنا على عالم هواية فما ممكن هذا يعني أنهي الموضوع وياه وخلاص يعني بس بشي يليق بيه ويليق بيه ما أبيل لي بأنه قطعت هواياك نهائيا من الأغاني الغنيته شن أقرب أغنية لقلبك يعني مؤاني هواي عندي أغاني هواي والله يعني ما رديلي يعني الحمد لله وشكر يعني هسا ما رديلي يعني أحس بيها أقرب شي على قلبي ما رديلي ما رديلي من يوم ما راح ما رديلي ما رديلي وقلبي ما مرتاح ما رديلي ما رديلي من يوم ما راح ما رديلي ما رديلي وقلبي ما مرتاح خايف علي شي صار بي يا ناس مموم ما علدي عن أي خبر من راح لليوم خايف علي شي صار بي يا ناس مموم ما علدي عن أي خبر من سافر لليوم يرجى بسرعة قال لكن غيابة طال شلون نيم عيني بادة شلون يحدى لبا يرجى بسرعة قال لكن غيابة طال شلون نيم عيني بادة شلون يحدى لبا عش صوتك طبعا غنيتني بصوت كل شهل عرغم أنه أنت مريض اليوم نريد أن نعرف منك عن أغنية عشرة عمر وشنو السبب اللي لقتها النجاح وها الصدى الواسع عشرة عمر اللي 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 أخذ الصدى واللي حبيتها فعلا يعني وخابرت يعني تليفونيا يعني كان اتصال بيناتنا أنا وعلي صابر قلت له أريد هيته أغنية يعني أريدك تفصل لي هيته أغنية أريد يعني حبيت هذا اللون قل لي صار فعلي دزلي الأغنية مباشر يعني وقتلت علي من يطشي يعني تفصل ما شاء الله عليه فدزلي هالغنية والحمد لله وشكرة توفقت بيه وأخذت يعني صداء ونجاح فنا نصر البحار شكرا إليك نورتنا اليوم وشرفتنا على رغم من أنه أنت مريض بس مرد ديتني ونتمنى لك إن شاء الله كل التوفيق والنجاح الدائم شكرا إليك وشكرا الكادر الشرقية شكرا إليك